أستاذ بس أنا بدي أفهم شو قصدك إنه يعمل كل شي بديه يعشرح لي يعني كل واحد بيعمل أي شي جاية على باله بهذا اليوم قصدي الشغلات اللي بيحلم يعملها من زمان وما ساواها بحققها بها اليوم كل شي؟ كل شي بيوم واحد طيب أستاذ خبرني أنت شو رح تعمل؟ أنا أنا لا لا هذا الحديث للكبار الصغار اللي متلك ما بيدخلوا فيه ماشي وهلأ فيك تروحي على شغلك لأنه لازم أنا خلص شغلي بسرعة وروح بس أستاذ ما في بس يلا روحي من هون وبالك كتر أسئلة وتدخل بهيك مواضيع في عندك شغل كتير لسه وأنا ما بدي أتلاها مشاع أن لحق باي تان تان يسلموا الخطوة الأولى بحفلة قبل الزواج بلشت يا ترى شو بيعملوا الشباب بحفلات قبل الزواج؟ أحسن شي يشوف هالموضوع على الإنترنت حفلات الشباب قبل الزواج بيعملوا كل شي ما رح يقدروا يعملوا بعد ما يتزوجوا الشباب بيجتمعوا مع بعضه بيسهروا وبيرقصوا بيسمعوا أغاني مع البنات يعني رح يكون في بنات بهي الحفلة؟ شو هالله مصيبة؟ يعني رح يصير كل شي ما نوم رح بالحفلة تبع اليوم هحاكي نيها ايه شوفي؟ نيها أنا عرفت أنه الأستاذ ياش والأستاذ سمير وكالرفعاتهم رح يروحوا اليوم على حفلة قبل الزواج ايه بعرف هذا الشي إذا خبرك الأستاذ ياش عن الحفلة نصيحة أنه ما أدخلي يروح ايه بس أنا سمحت له يروح قصدي هو قال لي على الحفلة وأنا ما اعترضت على روحته ليش يا نيها؟ أنت كيف بتعملي هيك؟ ما عم فهم وين المشكلة؟ حفلات قبل الزواج ياللي مثل هاي بتعرفي شو بيصير فيها؟ ايه بعرف أنه كل رفقاته الشباب بيقرروا يعملوله حفلة بيتسلوا مع بعضه وبيتعشوا نيها مو معقولة قديش أنت قلبك طيب أنت بتعرفي بالضبط الشباب لما يجتمعوا بهالحفلة كيف بيكونوا عم يتسلوا؟ أنت فيكي تطمني بالك بعدين واسخة كتير بتصرفاته الموضوع مانو موضوع ثقة هلأ نيها؟ موضوع أكبر من هيك بكتير أنت لازم تعرفي شو القصة شي فالي؟ أنت ليش كتير معصبة؟ ما فيني أحكي لك كل شي على الموبايل رح أجل عندك وخبرك ليش أنت؟ ما عندك شغل؟ ما لك بالمكتب؟ كيف بدك تجي لهون؟ لأنه الموضوع اللي بدي أحكيه معك هلأ أهم من كل الشغل في واحد بزمناته قال لي كل شي مسموح بالحب والحرب حتى الإجازة الساعية أنت جاهزي حالك بسرعة نحن لازم نلحقون سمعي شوي سكري الخط والبسي تيابك ترجمة نانسي قنقر